مشاهدين دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء موجز التاسعة مع ليندا تضاليا ليندا شكرا أحمد التاسعة بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة من الانزلاق إلى الدمار والخراب وشدد رئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهر وحالة الترد وبناء المستقبل كما أكد رئيس السيسي أن الزيادة السكانية لا تتماشى مع قدرة الدولة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة تزيد من الإصرار على العمل والبناء أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول في إطار التصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية وأكد مدبولي أنه سيتم في غضون هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها طردت الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا روسيا في الأمم المتحدة ووصفت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدبلوماسيين الروس بأنهم عملاء مخابرات كانوا يشاركون في أنشطة تجسس تضروب الأمن القومي وأن القرارات تخذ بما يتفق تماما مع اتفاقية مقر الأمم المتحدة من جانبه وصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا الخطوة الأمريكية بأنها عدائية وانتهاك لالتزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك دعى الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي إلى فرض حظر على روسيا في جميع مواني العالم ومطاراته وفي رسالة عبر الفيديو قال زيلنسكي أن روسيا يجب أن تمنع من دخول جميع المواني والقنوات المائية والمطارات في العالم دعين المجتمع الدولي إلى التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية أعلن وزير الخارجية البلاروسية ومعكي أن المحادثات بين الوافدين الروسية والأوكرانية التي عقدت في مدينة جمال البلاروسية توحي بتفاعل حظر وقال مكي أن البلاينات الختمية للوافدين تشير إلى أنه تم تواصل إلى اتفاقيات معينة من جانبه أشار فلادمير مدنسكي مساعد الرئيس الروسي إلى أن المفاوضين تمكنوا من إيجاد بعض النقاط التي تنبئ بإمكانية الوصول إلى مواقف مشتركة أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية أن القوات الروسية أصبحت على مشارف المدينة الواقعة جنوبية البلاد على جانب آخر أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية رتلا عسكريا روسيا يزيد طلوعا ستين كيلومترا يتقدم باتجاه العاصمة كييف أعلنت وزارة الصحة خروج ألف وثلاثمائة وواحد وعشرين متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وأشرت الوزارة إلى تسجيل ألف وخمسمائة وثلاثمائة وثلاثمائة وعشرين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته وتسجيل أربع وثلاثين حالة وفاة نهاية منجزة تساعة نور الاستكمال باقي فقراء الصباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر